السلام عليكم. أعطيكم معافة جميعاً. إن شاء الله اليوم نحن بشرح المحاضرة الثالثة من محاضرات المحاضرة الثالثة من محاضرات المحاضرة السابقة عن موضوع مثلاً نوعين من الشكل رئيسي بالكولينيو ريسيبتر، هناك المسكورينيك ريسيبتر، هناك أيضاً نيكوتينيك ريسيبتر الآن المسكورينيك ريسيبتر زيما نحن نعلمه في سياق معهم على الأفلكتور أورغانز المسكورينيك ريسيبتر أورغانز يكون موجودين على الأفلكتور أورغانز. طبعاً لماذا أجد التسمية؟ سنقول إن شاء الله في المحاضرة في المتصميم واقع المتحدث عن ماسكرين بوزنك نتحدث عنه في أحد السلايدات فأجد التسمية من اسم المادة التي ترتبط فيها هي مادة الماسكرين نفس الشيء نكون نيكوتينك ريسبتور لأنه في مادة إكسورجينسا نسميها نيكوتينك ريسبتور من ناحية توزيع الريسبتور ونحن أخذنا أصلاح من المعادرة السابقة أن المسكوليك ريسيبتورز يكونوا موجودين على الإفكتر أورغنز بينما النيكوتينيك ريسيبتورز يكونوا موجودين بالأوتونيوميك جانجيليا سواء نحكي عن سيمباتاتيك وبارس سيمباتاتيك ويكونوا أيضا موجودين على النيوروماسكولر جنكشن أو على النيوروماسكولر اند بلين تمام؟ فهو أنا طبعا رسمة هاي جدا جدا أمانة مهمة ونحن بتوضيح لنا بالبداية أنه شو توزيع النيكوتينيك ريسيبتورز يومهم موضح هنا بالأوتونيوميك جانجيليا وبالنيوروماسكولر جنكشن بتوضيح لنا وين توزيع المسكوليك ريسيبتورز يحكينا على الإفكتر أورغنز سواء كانوا هارت وغيره تمام؟ وهنا برضه بتوضيح لنا أنه إيش هي الأدوية اللي ممكن أنه إحنا تتارجت هذول الريسيبتورز هلأ هاي الرسمة او هاي هذا المفهوم راح نضل معيده تقريبا خلال المخابرة إذا فهمنا من هنا خلاص سيحسهل علينا إن شاء الله ما تبقى من هاي المخاطر هذول الريسيبتورز تمام هذول الريسيبتورز أنا في عندي نوعين لتحفيزهم وفي عندي طريقتين تمام؟ بقدر أنا يعني بإعطاء دواء معين أزيد من الأثر أو أعمل استيميوليشن على هذول الريسيبتورز بطريقتين يأمن أن أصمي مادة تكون أغونيست تمام يعني مثلا هنا على هاي الرسمة تبقى موضح إن وانا أصمي مادة زي الأسية الكوليد تشبه الأسية الكولين بالشكل بتعطي هاي المادة وها راح تر folklore بهذا الريسيبتور هذا إيش ما نسميه هذا ما نسميه direct 뜨ي أكações Directly acting تمام؟ بها يا من خلال هذه الأدوية أنا عطيت مادة ترتبط مباشرة بالمستقبل ترتبط مباشرة بالمستقبل فهذا ما نسميه direct acting т tulee state imm常ية أو كولينو ميميتكس أو أنهم المصطلحات كثيرة كولينو ميميتكس فاراسمباثوم ميميتكس كلهم نفس المصطلح تمام بني هاي أنا بدي أعمل استيميوليشن على الباراسمباثاتيك نيرو السيستيم كيف بدي أعمل استيميوليشن صمامة مادة شبيهة بالأسات الكولين ارتبطت مباشرة بالمستقبل هادروا شميهم مباشرة هم ارتبطوا بالمستقبلات كأمثل عليهم رح نأخذ إن شاء الله نتراقلهم في المحاضرة في قسم من سميء الكالويتس في قسم من سميء الكولين استرز اثنين هم بيعملوا استيميوليشن دايركتلي على الريسبتور مقارنة باشي متسميه ان دايركت اكتنينج درقز الان دايركت اكتنينج درقز زي كنه هيكا بيلفو على الشغلة من الاسم يعني ان دايركت اكتنينج شو روح بيسوه بيعمل انهيبشن زي ما عارفين على الانزايم اللي اسمه اللي هو كولين استريز أو أسات الكولين استريز تمام شو فكرة هذا الانزايم اخذناه هو مسؤول عن تحطيم الاسيت الكولين فأنا لما اجي اعمل انهيبشن على الانزايم لأصلا بعمل ديجراداشن اف اسيت الكولين رح يتراكم عندي الاسيت الكولين وحصير في عنا تحفيز زيادة للريسبتور رحصير في عنا تحفيز زيادة للريسبتور فأنا في عندي طريقتين حتى يكون في عندي خلناك ببارة يعني افكت يشابه البارة سيباتاتيك سيستم في عندي طريقتين يا أما direct acting drugs أدوية مباشرة بتطبط بالريسبتور أو أدوية بتعمل انهيبشن على الانزايم أو أدوية بتعمل انهيبشن على الانزايم وأكيد هذه الأدوية اللي بتعمل انهيبشن على الانزايم قد تكون ريفيرسيبل وقد تكون ريفيرسيبل أكيد بالنهاية أنا هون رح تصد عندي الاسيت الكوليني سيصير في عندي اثر وهون الادوية هي منية نفسه رح تصدف في المستقبلات ورح تسبب ليعدهb فهي كبس مقدمة إذا فهمناها تقريبا سنفهم معظم مواضيع محاضرتنا. فكذلك نحكينا ما اسمها الأدوية تسميها كولينيرجيك أغونيست أو باراسيمباثوميميتكس. هذا المصطلح معناته أدوية ترتبط بالكولينوريسبتورس. أدوية ترتبط بالكولينوريسبتورس. كولينوريسبتورس هي الريسبتورس التي ترتبط فيها الأسات الكولين أو ما يشبهها. فكولينيرجيك أغونيست أو باراسيمباثوميميتكس يجب أن يكون فهمين هذه المصطلحات. باراسيمباثوميميتكس يريدت للباراسيمباثيك نيررويس system. وبالتالي هدول الأدوية يحفزون بباراسيمباثيك نيررويس system كما يوضحون من الاسم. فهما يشابه كتعريف يارتبط أسيتو الكنيرين. هم يرتبطوا بأسيتو الكنينوريسبتورس. هذولا إبهرتبتو. طبعا إحنا أكيد يعني إحنا لو بنا نيجي هسا مثلا لو رجعنا هون مثلا لهذه السلايدة وحكينا أصلا إحنا حتى نحصل على بارسنباتيك إفكت أنا مثلا بدي أحصل على بارسنباتيك إفكت لي مثلا فيه مرض معين وبيضطر إنه أعمل أوبرستيميوليشن على بارسنباتيك مثلا نيرفا سيستيم أعمل تارجت لمية بالضبط أعمل تارجتين للمسكرونيك ريسيبترز ولا للنوكتونيك ريسيبترز المفروض كم تحكولي أكيد المسكروني عشان هيك أمرات تجدوا أنه مثلا بتعريف بتعريف بارسنباتيك بحكي لك أنه هم الإفكت بيكونوا أبزير ديولين الاستيميوليشن وباستغانجليونيك بارسنباتيك. طبعا إحنا حكينا أن البارسنباتيك يشمل الجانجليا ويشمل غيرها ما هو أنت لما تعمل استيميوليشن على الجانجليا هتعمل استيميوليشن على البارسنباتيك نيرفا سيستيم. هسا ممكن هاي شوية مش كثير واضحة لبرجة بعيدة كمان مرأة بوضحها. بس الفكرة أنه أنت ستسهل علينا شوية فهم هاي النقطة اللي هسا حكيتها. بس بحاول أدور على الرسم أعتقد هي موجودة بأحد هاي هي الرسم. طيب. ما راح استفيد deutschen رائعة لأعني يعني ما راح ستفيد إشياء له مامت صممcher صممة مادة تشبه النوكوتين مثلا تشبه قولين بترتبط عن النكوتونيك ريسابتوس. هاي ما راح تفيدني أبدا summer to combate and impate symbactic. فالفي الأخرى ستعطيني NBA impact to be for screening. موى السặcي بموى استェ слово väى السيبطاتيك يعاكس التاثير. أكيد أنا ستفيد إشى اللي هش갔 approach to weak and could problem could beımnive toаров cancelled and sama. عشان هيك راح تجد انه معظم الأدوية ما فيش عندنا أدوية بالغالب ما فيش عندنا أدوية بتشتغل عن نيكوتينيك ريسيبتورز الا أدوية قليلة جدا واستخدامها يعني كثير كثير نادر سبب لهي السايد افكس تبعتها لانها راح تعمل لك مثلا لو تعمل لك انهيبشن هل تعمل لك يستعمل لك على بط simellenatik واضتhumanic و bulحní fe en rouge مترابي هو الم Azc yani ولكن في غالب التعريفات عندما يتحدث ن carrefreme عن هائل أدوية يتحدث هذا اثر شبيه بW này تحدث بان راح تجدب انخر 결ها park dosine يرتبط بالم증 هذا التعريف طبب فأكيد يعني مصفوه منطقي잖아요 احنا يعنى. حسنا سنحكي الان بشكل منطقي لو صمم الدوا أنا يشبه الاسيتلكولين لو صمم الدوا يشبه الاسيتل كونين بشكل يعني لو بمنطقي المفرض انه مشيرطبت ببطther مم بما انه هو يشبه الاسيتل كونين فمنطقيا agradب طتبرiov beautiful mac and mac لكن في الحقيقة انه مع التقدم تعلم وصاروا الآن يعني يعني إقدروا تارجيتنج للا مثل نيكوتينيج بسبب بلد فرقات طفيفة مثل بين الماس caught and mac النيكوتونيك ريسبتور فستطاعوا انهم يطوروا من خلال تكنيك معينة يجعل الدواء فقط تتارجل المسكورينيك ريسبتور وليس النيكوتونيك ريسبتور. وأكيد هذا كثير مهم لأنه هذا سيقلل الى SideFX كثير. حتى تطوروا لدرجة أكثر. يعني مثلا من ضمن الأمثلة هناك دوا اسمه ثام سوليسي. أنا مش سياق نحكي عنه هنا الدوا. لكن مثلا تذكروا الريسبتور اللي حكيتكم عنه يعمل تاركتنج لالفا وان ريسبتور موجود فقط بمكان معين فتخيلوا قديش هاد اشي قلل لسرد افكس كان الالفا وان بالزمنات كان يسوي كثير كان كثير يسوي اشي بنسميه ارثوستيك هايبوتنشن كان سوي هايبوتنشن يعني هذا كومون سرد افكت خاصة بأدوية البراسوليسين وغيرهم لكن مع التقدم العلم صار ايش الالفا وان صار بما انه عرفوا انه منه سبتايب صار يعملوا تاركتنج فقط لسبتايب من هدول السبتايب الفا كده اوصلها انه كل ما احنا كنا تاركتنج اجينست ريسبتور معين هذا اكيد رح يقلل لسرد افكت ومن ناحية افكسي المفروض ان يكون اعلى من ناحية افكسي المفروض ايش يكون اعلى طيب فدي اكت داركتلي تمام قلنا انه في منهم نوعين يعني اما دي اكت دايركتلي از اغونيست بيغتبطو في الريسبتور او ان داركتلي با انهبوتنج الانزاع تمام لان هذه بسمي نفس الاشي تمام نرجع لنفس الفكرة عندنا اما داركتلي اكتنج او ان داركتلي اكتنج الاندي اكتنج هم بيعمل انهبشن على الريسبتور في منهم رير irre jersey �'ll there if we talk about using ir بالالي هو غاز السارين سارين جاز السارين جاز كان بيعمل انهبشن على وين على هذا الانيزام الى اسمه蘆ة الكوينجستيريز كان عنه اذ Performance كما قلس في المحاضرة الثانية هو يعمل انهبشن على وين على الاسيتي الكولينجستيريز Irrefersable إلى إنهباب يسوي معه حiniًا بيعمل مع هذا الإنزام واقبل خلص أو قد يكون في العادلا إيحنا نستخدمهم في صياقات طبية بينهم بالاقيام والإيحنا نحن نوعين الهم والكلين إسترس و أكتم simple هذه السلايدة فيها طبعا لو ترجع لا تناقوا لأدوية في هذه الطريقة أنا رتبهم بأي طريقة حتى أنه يسهل علينا أن نحفظهم من هنا حسب معكز الدكتورة أنه نحفظهم بالسلايدات القادمة يعني أي دواء مذكور بالسلايدات القادمة تمام مطلوب منها لكن الأدوية هنا اللي مجمعين بهذه السلايدات لا إلا الأدوية التي تتكرر معنا فقط في سلايد قادم برضو هاي الرسمية نفس الشيء من البين كود فقط كمان مرة لتوضيح نفس الفكرة أنه أنا بدي أحصل على إفكت سيميلر للباراسم بثاك نيرف السيستم لازم بالنهاية بالنهاية يا أما يكون عندي أدوية بتشتغل دايركتلي تشتغل مباشرة تمام لهم أدوية شبيهة بالاستيلكولين نحن نصميمها أو منستخرجها مثلا من أماكن معينة فبيثنيكول كارباكول مثلا الفيلوكاربين نيكوتين هذه الأدوية دايركتلي أكتنج مباشرة برتبطه في المستقبلات تبعتهم الأدوية الاندارك كنا بيعملوا نهيبشن على الإنزايم قد يكون هذا الانهيبشن ريفيرسبل وقد يكون هذا الانهيبشن إير ريفيرسبل تمام وهذا آخر إشيء رح نحكي عنه إن شاء الله في نهاية هاي المحاضرة إشيء بيعمل ري أكتيباشن يعني شايفين الأدوية هاي مثلا دول لهذا اللي هو انداركتلي أكتنج من ضمن هذول الأدوية هكذا نعند ذكروا اللي هو غاز السارين مثلا فهذا اللي هو اسمه برالي دايركتلي أكتنج هذا بيعمل ري أكتيباشن بطريقة رح نحكيها إن شاء الله ونوضحها في نهاية المحاضرة فأنا بس فقط عشان نكون عارفين هاي السلايدة مش مطلوب منها نحفظ فيها الأدوية زي ما هم موجودين هون بس في السلايدات القادمة رح تتكرر معنا بعض الأدوية هم اللي بيكون مطالبين بحفظهم هم اللي بيكون مطالبين بحفظهم بهاي السلايدة المقروض إنه نكون الآن خلاص يعني فهمنا خلني حكي التقسيم من تبعات الدايركت والإن داركتنج كولينو ميم الآن الباراسمباتو ميمتكس سوف نبدأ أكتر نحكي عن الدايركتلي أكتنج حكينا في منهم نوعين أو جزئين كولين إسترز والكالويتس كولين إسترز والكالويتس كولين إسترز والكالويتس المهم من نيورو إفتكتور جنكشن و قلنا بين البوستغنج اليو نيورون وبتوين الإفتكتور أوروكن هدا هو نيورو إفتكتور جنكشن طبعا هو يشمل هدول الـ Directed Actions تذكر وحكينا لكم يشملو التنين يشملو الـ Agents اللي بتعمل استيميوليشن على المسكورونيك ويشمل الـ Agents اللي بتعمل استيميوليشن على الكويتونيك برضو بيشمل لهم التنين لكن أنا من ناحية فارماكولوجي أنا أريد أن أفضل أكيد هؤلاء اللي بيعملوا استيميلاشن فقط على المسكولوليك لكن هؤلاء المفروض أنه فيه أورلاب المفروض أنه نفس الأجنت اللي بيعمل استيميلاشن هون ممكن أنه يعمل استيميلاشن هون لكن إحنا نحاول أنه نخليه as specific as possible خليه فقط to target specific receptor طمام فكلين مهمتك drugs can elicit some or all of the effects اللي استيلكولين كانت لفروتوس هذه هي النقطة التي نوصلها بما أنه شبيه بالاستيلكولين ممكن يعني إذا زدت الدوز شوية إذا الدوز زادت شوية في الجسم طبيعي جدا أنه رحوا يعمل استيميلاشن على receptors ثاني موضوع selectivity والspecificity غالبا منخسره إذا زدنا الدواء يعني أنا ممكن أصمم دواء فقط يرتبط في receptor واحد فقط لكن بمجرد ما الدوز زادت مباشر بخسر إشي اسمه selectivity والspecificity بصير أتجه باتجاه أنه دواء الواحد يرتبط بعدة receptors تمام؟ أمثل على هذا اللي حكينا عنه مرة اللي هو الدواء الأزمة تمام؟ اللي هو البنتولين أو السلبيوتامول هذا الدواء تبع الأزمة إذا زاد عن حده بالعادة يرتبط ببتا 2 بس لما يزيد الدوز بصير يرتبط ببتا 1 وبالفا 1 وبغيره تمام؟ بصير يرتبط بكل الأدرينيرجيك هاي الفكرة اللي بنوصل لها إنه إحنا بنخسر specificity أو selectivity تبع الدواء بزيادة الدوز هاي النقطة بتوضحها يعني هاي النقطة اللي حكينا هسا بتوضح هاي النقطة إنه الكولين هي ممتلك الدرقز اللي ممكن إنهم تبردوز any of the effect الأسيت الكولين كان تبردوز طيب فحكينا في عنا زي زي الـ Direct acting drugs في منهم زي قسمين أو جزئين اللي هم الكولين إسترز وموضوع الألكالويد الكولين إسترز والألكالويد هذا الكولين برض أي شبين بيميز بوجود هذه الكواتيرنة من Crompium تمام فهيعنا هنا الأمونيوم رابط بأ replaced avec 4 groups ومن يلكتسب شحنة موجبة الشحن الموجب الموجودة الموجودة هنا فعندما حكينا الأستيلكونين يوجد منها الكولين بارد وهو شحن الموجبة فيه هاي الأمونيوم وعندما هنا الأستيلكونين. طيب هلأ شو الفكرة هون هل الأستيلكونين يعني ممكن خاطر ببالكم السؤال طبعا ليش ما نعطي أستيلكونين يعني ليش مثلا نصمم أدبية غير الأستيلكونين طبعا لموضوع أكيد كلكم لازم تحكوه لي بالبداية السبب الأول أن الأستيلكونين سيرطبط بعدة نيكوتونيك الموجودة في الجانجليا نيكوتونيك الموجودة في نيورو ماسكولر جانكشنز كمان اللي حكيناه مثلا ماسكورونيك هيرطبط بعدة ريسيبتوس بالتالي أنا ما رح أحصل على أي أثر سبيسيبتوس تمام فهاي أول نقطة اللي هو موضوع السيلكتيفتي والسبيسيبتوسي تقريبا يقول للصفر في موضوع أنه أنا أعطي أدواء زي الاسيتيل كولين دائما نحن ما بيدنا إشي تارجيت تارجيت اجينس ريسيبتور وحتى إذا كان سبتايمين الريسيبتور هذا أكيد بيكون أفضل وأفضل. فالاستيلكوني أولا أنه ما رح يزبط عشان قصة السيكتيفتي والنقطة الثانية اللي هي أهم أنه أصلا استيلكوني بمجرد ما أنا أعطيه سواء أعطيته أورلي مباشرة الجسم رح لنه فيه إنزيم يعني خاص الدم مثلا الدم فيه إنزيم أستيلكوني ستريز تمام يعني مش حكينا على نيورو ماسكتر جنكشن في أستيلكوني ستريز برضه في الدم موجود إنزيم أستيلكوني ستريز فمباشرة لو أنت عطته آي في مباشرة ما رح تأخذ الدوز معك يدوب عدة ممكن بقائق أو بضع ثماني الدوز مباشرة وكأنها ستتبخر من الجسم لسبب تأثير هذا الإنزيم إن هو أستيلكوني ستريز تمام فهذه النقطة بنكون فاهمينها طبعا الأستيلكوني هو اند ات الشارة من اللي، من هنقلنا قلنا قلنا الاسقة شو اسم ليوروين اللي ما نستح target Сегодня herman الي كشما نسمي الح horsesاح الأحيات والكلين وهو هنقلنا نgregح بمجرد ما نعطيها حزار مباشرة بوقاف الليين إنزيم الدم فاهم ستريز من أستيلكوني وأيضا سبب الآخر من موضوع السل mattresslock 180 m هو مكون من كولين واسيتك اسد. تمام وهو البروتو تايب يعني هو الزعيم تبعهم وكأنه تبعت مال فاميلي كولين استرز مهو كولين استرز اسد الكولين واسد رح نحكي اكتر كمان عن الكارباكول الميتاكولين البيتانيكول هذول كل اياتهم عائلة ما نسميها كولين استرز مام استرات الكولين استرات الكولين هذولا بيكون فيه كولين واستر معها طبعا من عدل عليها شوي صغيرة زي ما حكينا حتى نزبط موضوع الاسباسيبتي وموضوع الاسباسيبتي وحكينا انه فيه كواتيرناني اموني ميجروب هذا اللي بعطي الاسيتلكونين لتشارج تمام هذا بيخليها فيها هيدروفليك وممبرين امترمين يعني مش فقط بس موضوع انه في عندي بيكون في عندي انزيم بيعمل انهبشن في الدم برضو موضوع اصلا لو اعطيته اورالي مثلا مثلا ما رحكو له قدرة على اختراق الممبرين يعني اعطيته اورالي فيش قدرة اختراق الممبرين يسوي وجود الشحنة او عطيته اي في بسبب وجود الاسيتلكوني بالدم مباشرة رح تم تخطيمه فهو بكل احوال ما ما قدر اعطيه وايضا لموضوع حكينا عن موضوع اسيليكتيفتي وموضوع الاسباسيبتي طبعا يا جماعة هون بس هاي هي زي ما احكينا دائما اشارة النجمي هاي تعني انه هدول الاشياء اللي موجودة هون يعني هدول الرسمات موجودين بسلايدات الدكتورة بس الدكتورة ما بتطلب استراكشورس ما تطلب الاستراكشورس بس هم يعني اصلا واضح هاي في هذا ال اصلا كولين واضح جدا كولين أنتم عارفينه هدا هو الكولين بارد هذا الاسيتك اسيت يعني هاي كلياتها Calendar كيف قتيت تحطيم الساوتية centrتي المصول من خلال الانزايم اللي حكينا عنه هو اسم الاسيتلكوني اي أس هلا الأمانة مهم هون نركز في هاي السلايدة هلا هون بالانزايم في عنا بالباينين هنا باينتك سايت في عنا وفي عنا هتيرياتك سايتestroيتك السايت الهو اللي بتحديد للاستر ومكن demonstrated في منه إستر بارت. الإستر بارت هذا هو الإستر هذا هو الإستر. CWO, R group اللي هي لليتل إنه في عنا هيدرو كاربون chain. و O و R اللي هي برضو هيدرو كاربون h. فهذا هي صيغة الإستر فهي هنا في عنا الإستر. ها هي الإستر تمام. هذا هو قسم الإستر. أو قلني نحكي هذا تمام عادي. هذا هو قسم الإستر وهذا هو قسم إيش قسم الكولين. هذا هو قسم الكولين وهذا هو قسم الإستر. كإنزيم على البايندينك سايت و تخيلوا لي هذا هو البايندينك سايت. فهذا على البايندينك سايت بيكون في عنا أناونك سايت يعني بيحمل شحنة سالبة فيرطبط مع إيش مع الشحن الموجة بتبعية الأمونيوم. فيرطبط مع الشحن الموجة بتعاد الأمونيوم فهاي أول نقطة. والنقطة الثانية كمان هنا هنا على الإستراتيك سايت هو أيضاً هذه نقطة كلها مكتوبة. إذا تتذكروا أنتوا الأمينو أسد سيرين. الامينو أسد سيرين بيكون فيه H نهايته بالR Heat بيكون في عندنا Hydrox slavery group فهاي تبعت السيرين اللي موجودة في المعابلة عملت رابطة مع الكاربون اللي موجودة من عملت رابطة مع الكاربون اللي موجودة هون فهدا هو هذا هو الشكل النهائي أو هذا هو هو شكل النهائي تبع الانتراكشن between الأسدود الكولين والإنزايم اللي اسمه أسدود الكولين إستيريز الآن سيكون جIGcher بالإنظام ببعض الأن meiner조청 لبعضanya delta, في مشابه، ويكون دون przy Lif repercuser, لما تنكسر هذه الرائعة سيكون لدينا two parts. ост 포인نسيally Acetic 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 Acid فهذه بالنهاية بالنهاية أنتي لدينا另一个 Obene Acetic Acetic Acid ويكون لدينا أيضا والخ dest كله. سيكون لدينا Gecompbox ب Treacetic Acetic Acetic Acidخر. oftentimes هذ� بنفس المواد التي سنألي منها من الأسذتلكjole. ليس مستعمل الأسذتلكنمن خلال الأسذتيل gilt CoA والتحرك فبعد ما حطمنا الـ STELCOLINE وصلنا برضو إلى الـ ACID الذي سيطفل للخلايا ويتحول كمان مرة إلى STELCO-A وأيضاً هنا هنا الـ COLINE وأيضاً هنا الـ COLINE فهنا قمنا بعملنا الـ REGENERATION كمان مرة للكولين وأكيد أنا هدفي من كل هذا الـ ENZIM وهدفي أنه أخلص من الأثر تبع الـ STELCOLINE بالنهاية أنا لا يريد الـ STELCOLINE يظلوا رابطs in the receptors بالنهاية لازم أتخلص منه حتى لا يكون هنا لدينا SUSTANDE EFFECT لـ STELCOLINE ويؤدينا إلى مشاكل خاصة في سياق العنضلات. خاصة في سياق العدلات. سنكتب أيضا عن هذه النقطة كمان شوي. فالأسيتل كولينج هيدروليسيس بيصير على الـ Active Center. تبع الريكتاجدين الاريا هنا. طبعا هاي كلها الـ Representation يعني. طبعا هذا هو الـ Active Site أو الـ Binding Site. شو بيكون فيه؟ في عنا أنيونيك سايت وستريتيك سايت. أنيونيك سايت بيرتبط بالكوتاليين عمونيوم. الـ Stratix site بيرتبط بالـ Esther Part من الـ Acetyl Choline. حكينا في الـ Binding Site بيكون في عنا السيرين. السيرين هي الـ Hydroxyl Group تبع السيرين. هي التي ترتبط بالـ Esther تبع الـ Acetyl Choline. هي ترتبط بالـ Esther تبعها الـ Carbon of the Acetyl Choline. وهي هي بالضبط التي ترتبط بالـ Hydroxyl Group تبع السيرين. و الـ Esther Linkage بعدين حكينا بصير فيه. خلنا نحكي بريك. بصير في عنا تكسير لهذا الـ Acetyl Choline. بصير في عنا الـ Acetyl Choline. وبصير في عنا الـ Acetyl Choline. بالنهاية في عنا الـ Acetyl Choline. طب ها ها هي النقطة اللي حكيناها. انه ليش احنا ما نستخدم الـ Stratix Choline. ليش احنا ما نعطي الـ Acetyl Choline. بسبب وجود اللي هو Lack of Selectivity. فهو بيعمل زيما حكينا. لعدة types of receptors. وربط degradation مباشرة. وقصة ايضا اكيد الشحنة الموجبة. وقصة اكيد الشحنة الموجبة. كلياتهم بيمنعون من استخدام الـ Acetyl Choline as a Drug. وهنا برضو النقطة اللي حكيناها. انه ليش في عنا Choline esters. وفي عنا الـ Alcaloids. Choline esters. وكأن هم انت بتكيب. لازم يكون في عندك Choline Part. ومعها Esther. وفي عنا شوية تحديلات. وفي عنا شوية التعديلات. يعني الـ Acetyl Choline أصلا. شو الـ Structure تبعه؟ عبارة عن Choline. Choline Part و Esther Part. صح؟ هذا هو الـ Acetyl Choline. الآن الـ Derivatives منه. يعني خلنا نحكي. الـ Compounds الثاني. اللي هم أيضا كلهم يتبعوا. يعني هؤلاء كل اياتهم موجودين هنا. هؤلاء كل اياتهم نسميهم Choline esters. كل اياتهم نسميهم Choline esters. تمام؟ فأي هذا Acetyl Choline. هذا Methocoline تمام؟ هنا مثلا ضفنا هنا مثلا ممكن هنا هنا مثلا الـ Nitrogen تمام؟ البتانيكول ضفنا المثل وضفنا برضو الـ Nitrogen. فالفكرة هنا انه انه نفس structure بس متعدل عليه شوية صغيرة. وهنا برضو يا جماعة نستذكر شغلة حكيناها برضو في المحاضرة الأولى. تذكروا حكي الأشيء اسمه Structure Activity Relationship Analyst. تذكروا هذا المصطلح Structure Activity Relationship Analyst. تذكروا لما حكينا انه في عنا دراسات بيسووها لحتى فقط اذا ضفنا احنا جروب معينة شلنا جروب معينة. هذا الاشي كان يغير بالـ Activity تبعت هاي المادة. هذا هو برضو يعني مثال عملي على قصة Structure Activity Relationship Analysis. انه Activity تبعت الـ Substrate أنا تختلف باختلاف فقط بعض الـ Groups. يعني بضيف بعد الـ Groups بيصير طبعا مثلا بـ Selectivity وبـ Selectivity أعلى. بيصيروا بيختلف عنده الفرماح وكانت ممكن الـ Metabolism والـ Execration فقط بإضافة بعض الـ Groups. فهي يعني هذا ذكرناها ربطناها بمصطلح من المحاضرة الأولى اللي هو كان اسمه Structure Activity Relationship. أنا لا أستمام. فأستلكولين، ميتاكولين، كارباكول وبيثانيكول هدونا مكتبين أن نكون عارفينهم. هم أمثلة على الكولين إسترز هاي موجودين هنا كارباكول، ميتاكولين والبيثانيكول. هدول الثلاثة هم عبارة عن Directly Acting Collinomimetics أو Parasympathomimetics. بيرتبطوا بباشرة على المسكرونيك ريسبتور وبيعملوا لهم إيش؟ وبيعملوا لهم Activation. القسم الثاني هو الألكالويدس. الألكالويدس برضو نفس الفكرة Directly Acting Parasympathomimetics أو Collinomimetics. نفس فكرة إيش؟ نفس فكرة الكلين إسترز. نفس فكرة الكلين إسترز لكنهم إيش؟ مركبات ثانية. الألكالويدس كمصطلح هو يشمل قائمة كبيرة من السبستريتس. قائمة كبيرة من السبستريتس. بتشترك بوجود هاي اللي هي ما تسميها الهتيروسايكليك رينجز. يعني عدة أنواع من الرينجز. تشتهر أو عفوا تشترك بوجود الرينجز هدولة. وأيضا تشترك بوجود اللي هي النيترجن أيضا. تشترك بوجود النيترجن وهدولة الرينجز. وهدولة الرينجز. هدولة كلهم ما نسميهم؟ نسميهم الكالويدس. كأمثلة مطلوب من الإحفظ المسكورين والبيلو كاربين. فقط يعني أنه من الأمثلة على الكالويدس. فمن الأمثلة على الكالويدس المسكورين والبيلو كاربين. هدولة نرجع كمان مرة نفس السياق. دهائما نخلوها ببالنا Direct Acting. وان سيرطبطوه؟ سيرطبطوه بالكولين ريسيبتورز. مالي مين؟ مالي المسكورينيك ريسيبتورز. فهونا بيعرف لنا الكالويدس هم جروبو في ناترالي وكيرين كيميكال كمباونس. تكونتين موسي بيزيك ناترشن أتوم. ويثويكلي أسيديك بروبيراتيس. يعني تعريف مشكير الأمانة المهم بالنسبة لنا. جزء منهم سنتيتك تمام. وجزء منهم ممكن يستخرجوا من بعض المشرووم. جزء منه سنتيتك. وجزء منه بيستخرجوا من بعض المشرووم. بالطبع الأمانة هذه ليست خبرة فيها. أوبيوم بوبي. هذه اللي استخرجوا منها. وكأنها من أحد المشرووم. استخرجوا منها المورفين. طبعا المورفين يا جماعة. كلكم عارفين تمام. من ناحية طبية. من ناحية طبية. المورفين هو. هو. بمعنى. فيش تقريبا ألم. بيواجه الإنسان. إلا والمورفين بيستطيع أنه يخفف هذا الألم. أو حتى يمحيه أصلا. المورفين بيتميز بشغلة. مش بعيدة عن قصة المخدرات. والشخاص اللي بتعطوه مورفين. لا. من وجهة نظر طبية. المورفين يعطى. يعني أشخاص ممكن. زي ما حكينا مرة. بالأريترال ستونز مثلا. عندهم لا يحتمل أصلا. فممكن عادة يعطوهم مورفين. أو الأشخاص يكون عندهم أبيت ديسايتس. في بعض الأحيان. ممكن يعطوهم مورفين. حتى يخفوا الألم. رغم أن هذا الأشي. في عليدي بيت كثير. لك تعطي. انالجيسيك لشخص. انت لسه مش شخصه. بس. الفكرة اللي نوصلها. انه. كانالجيسيك ايجنت. هو الموست باورفول. انالجيسيك ايجنت. يستخرج من أحد هدول المشروع. تمام. هاي فهذا من أحد الأمثل على المورف. أحد أمثل على الألكالويت. برضو جزء من الألكالويت. دي برودوس سيميلر اكشنز. توليسيك الكولين. حكينا المطلوبين منا. اللي هم المسكورين. والبيلو كاربي. المسكورين حكينا أصلا. ليش سموه المسكورينيك ريسيبتوس. ليش سموه المسكورينيك ريسيبتوس. بسبب لأنه أحد الأجون. استبعتهم. هو المسكورين. هذا يكون موجود بالمشروع. أمانتيا. أمانيتا. مسكاريا. وفي عندنا طبعا إذا ممكن. سيفنا تسمم بالمسكورين. شهير يعني. اللي هو تسمم المسكورين. تمام. بسبب المشروع. بسبب المشروع. تمام. يعني هسا نحكي. إنه في شخص أكل مشروع. وصار مع عراض معينة. مباشرة يعرف. وصار مع تسمم هذا. اللي هو تسمم المسكورين. أو المسكورين. بويزن. البلو كاربي. هذا الدواء نوعا ما مصنع. تمام المسكورين. المسكورين يستخدم من الفطر. في الكاربين. ممكن نحكي سنتهتك أو سيمي سنتهتك. البلو كاربين. ويستخدم. يستخدم في علاج. أو في علاج. سيبتم ريليتد لالجلوكوما. هلا نحكي عنه. تمام. فالمسكورين. غالبا. في الكاربين سنتهتك أو سيمي سنتهتك. نات هيدرولايز بالكوين سريزم. هاي التعديلات الشوية الصغيرة اللي بنسويها. بتخلي إنه هاد. بتخلي الإنزايم صغير قادر على التعامل مع هاي المواد. بيشتغل مالي على الامي ثري. ريسيبتورس. احنا هكينا أصلا غالبا غالبا. مؤظم أثر البارس. بيصير من حلال الامي ثري. ريسيبتورس. تمام. أنا بحكي مثلا على. حكيناها في سياق مثلا. الوولز تبعية الجاي تراك. مثلا. سموت مسلز اللي موجودة. بالجاي تراك مثلا. هاي كانت ايش كون فيها. كان يكون فيها إم ثري. مثلا. بالقول هاي. كون فيعنا برضو. إم ثري ريسيبتورس. تمام. طيب. فاستخدامات السل. البلوكاربين. يستخدم بي. الجلوكومة. تمام. يستخدم بي. ليش نستخدم بي. الاستخدامة. هلأ أصلا تعريف. الجلوكومة. يكون فيعنا مرض. يكون في زيادة بالإنترا أوكيولر برش. بيكون في عندنا زيادة بالنتراوكيلر برشور فكرة هونه انه أنا نورمالي بيكون في عندنا برودكشن لهذا خلي هناك للسائل اللي بكون متحت في العين نورمالي برودوز وبيصير له ري عبزوربشن من خلال هون فيه كانال اسمه كانال اوش لمع تمام هاي هي من خلالها بصير في عندنا امتصاص لهذا المادة طيب بحالة الأشخاص الذين عندهم زيادة بالنتراوكيلر برشور لما لأعطيهم بيلو كاربين كيف البيلو كاربين سيساعدهم إذا اخذنا، كنت تذكر فينا كانتُ فينا two types من المسلز الموجودين بالأيرس. كان في عندنا المسلسفينكتر المسل، التي كانتُ تسوي، وهي كانت تسوي قوانات في البيوبل. والمسل الثاني كانت هي الرادية المسل، إذا تذكروا الرادية المسل كانت تكون وجودة حوالي العين، كان لما نسوي لها، لما كان لما نصير فيها contraction بسبب تأثير الالفا 1، تتذكروا أنها sympathetic يعمل على الالفا 1، الالفا 1 يعمل dilation، يسميناها mid-rhyasis تمام؟ طيب، دعنا نتخيل هذه الرسمية حتى نفهم قصة الجلوكومة وقصة اللي هي أنه يستخدم البيلوكاربين بعلاج الجلوكومة وكما نتحدث عن الارتفاع بالإنتراوكيلر، فالسائل اللي وجود في العين يسللون هنا من خلال الكنال أوفشلم فلما تكون هذه العضلة في الآيرس، العضلات التي تحدثناها هي sphincter muscle وradial muscle لما يكون لدينا mid-rhyasis، لما أقول لكم هذه الرسمية هنا، لما يكون لدينا mid-rhyasis تكون هذه وكأنها المسكرة من الكنال أوفشلم، تكون مسكرة لما يكون لدينا دولة mid-rhyasis، متوسعة متوسعة في العين، فلما تكون البيوب المتوسع، تمام؟ تكون وكأنها مسكرة هذه الكنال أوفشلم، فمنع الدرجية، لا تكون مسكرة تماماً أكيد لكن بالأشخاص الذين لديهم حالة مرضية، أصلاً هو عنده ارتفاع في البرشور فلما تكون هذه الجزء منها مسكر، هذا سيسوي حاده، فلاذا نعطيه بالوكاربين؟ لأنه لما يصير في عندنا الميوسز، لما يصير في عندنا الميوسز، وكأن هذه العضلات تنسحب عن الكنال أوفشلم، تنسحب عن الكنال أوفشلم، وبالتالي يصير في عندنا drainage، وبالتالي تساهم بحل المشكلة اللي عند هذا المريض، اللي هو مريض اللي يكون في عنده زيادة بالإنترا أوكيل البشرة، هذه هي الفكرة تمام؟ فلما يصير للآيرس سفينكتر كونتراكشن، ليس حكينا للآيرس سفينكتر، هو بيكون فيه M3 ريسيبتور، بينما الراديا المسل تمام؟ بيكون فيها الألفا وان ريسيبتور، ووضحنا أنه كيف يؤثروا على البيوبل ديامتر، تمام؟ تمام؟ فنستخدم نفس المبدأ لأنه عندما تعمل، أنت تغطي بيليوكاربين، هذا البيليوكاربين سيزيد الأسات الكولين، لما يزيد الأسات الكولين، سيصير في عندنا الآيرس كونتراكتد، لما تصير الآيرس كونتراكتد، ستسحب المسل عن الكنال أوفشلم، وبالتالي سيصير في عندنا drainage، وهذا سيخفف، أو سيساعد في علاج الجلوبين، سيساعد في علاج الجلوبين، فهذه النقطة، دعونا نتب لهم في رقبنا، يوجد لدينا two types، يوجد الكولين إسترز، اثنين هم يعملوهم Directly Acting، اثنين هم Directly Acting، يرتبطوا في الريسيبتور مباشرة، حكينا من ضمن الأمثلة على الكولين إسترز، من ضمن الأمثلة على الكولين إسترز، أسات الكولين، الميتاكولين، البيتانيكول، والكارباكول، كارباكول، ومن الأمثلة على الكولويت، حكينا البيليوكاربين والمسكورين، حالة شهيرة جدا، حالة شهيرة، إذا شخص أكل أو تسمم بالمشروع، وهو المسكورين، هل سنحفظ الأعراض التي تسببها؟ المفروض أنه لا نحفظ ولا أعراض، كلياتهم سيكونوا منطقية، كل الأعراض التي سنرى بالمسكورين، ستكون منطقية، يعني نحن عارفين أن نبدأ فيهم System System، مبدأيا، مبدأيا، ما سيحدث عنه؟ على Airways، ما سيحدث عنه؟ أول شيء نحكي برونكو كونستريكشن، هذا شيء كل نحن عارفين أنه المسكورين، سيعمل على Borosimbethetic Nervous System، كما نعرفين أنه المسكورين من ضمن الـ Directly Acting، طبعا، سيصح، كانت أشغلي هنا، أنا أسف البيلوكاربين، تمام، هو Direct Acting، أنا أستطيع أن أتحدث عن هذه المعلومة، البيلوكاربين سيزيد الأسيت الكولين، أنا أستطيع أن أتحدث عن هذه الأسف قبل قليل، تمام، البيلوكاربين لا يزيد الأسيت الكولين، هو نفسه يعمل مباشرة على الـ سيبتوس، سيسوي لك الـ Contraction والآخر، هنا هاي نقطة، خربطنا فيها، ليس مشكلة، طيب، لكن للتصليح المعلوم، لأنه أنا أتحدث قبل قليل، أنه البيلوكاربين يزيد الأسيت الكولين، فلا، لا، ليس شيء، لا، خربطت بينه وبين دوا تاني، تمام، تمام، تقريب لهم نفس الاسم، طيب، فنرجع إلى موضوعنا، موضوع المسكورين بوزنينج، تمام، يعمل، مثلما انتفقنا، المسكورين والبيلوكاربين مباشرة، يرتبطون بالمسكورين بوزنينج بوزنينج، فلما يعمل مثلا، قلنا مثلا، على مستوى الـ يعمل برونكو كونستريكشن، على مستوى الـ سيستم، سيزيد لك الـ من ضمن الأعراض، ستجد في عندك دياريات، ستجد في عندك أبدومينا البين، أبدومينا الكرامز، تمام، كلياتهم بيكونوا أي عراض، أكيد، مصاحبة لأي المسكورين بوزنينج، اللي هي أبدومينا البين، أكيد على المستوى الرسباراتور، سيكون هناك برونكو كونستريكشن، على مستوى الـ هارت، أكيد، نحن عارفين المسكورين، سيرتبط بالريسبتورس، اللي هو الـ المتوريسبتورس، اللي موجودين في القلب، سيعملونها براديكارديا، تمام، فهي كمان شغلة، على مستوى مثلا، بؤبو العين، هسا أصلا، قبل قبل شوي، حكينا الميوسس، ونحن أصلا، حكينا أن البلوكاربين، نستخدمه حتى يسوي الميوسس، ويعالجنا لغلوكومة، تمام، أيضا عن موضوع البلدر، سيكون فيها تمام، فأيضا ممكن أدي إلى يوريناري إيرجنسي، وممكن إنكونتيننس، يعني بخلص مباشرة، هلأ بدي يروح الحمام، مش قادر بيكون، يوريناري إيرجنسي، أكيد موضوع النوزي، موضوع الديارية، الديوفوريس، هاي مهم، نكونوا عارفين، طبعا ليش؟ ممكن بعضكم يسأل، طبعا هاي السويت جلانس، اللي هي التابعة للسويت جلانس، بس هذا حكينا من ضمن الإكسيبشنس، إنه البوست جانجيليونيك البوست جانجيليونيك، سيمباتاتيك تفريز إستيلكولين، والسويت جلانس شو فيها فيها موسكورينيك ريسيبتور، هاي نقطة عندناها مراراً وتكراراً، فبالتالي البردو رح سيصير في عنا ديوفريس، فهل تطرينا نحفظ أي عرض؟ المفروض أنه لا، أكيد طبعاً والأكريميشن، كلها حكيناها طبعاً، وكل مدات الدوز، الأعراض ستصير مور سيبير، كل مدات الدوز، ممكن تصير الأعراض مور سيبير، الدتس مش كومون أنها تصير بالمسكورين بوزنين، لكنها ممكن تصير بسبب إما ريسبيناتور فيلير أو كارديك فيلر، كارديك فيلر غالباً بسبب إيش الهيبوتنشن اللي بيصير؟ بسبب السيبير براديكاردي حكينا، عندما تسيندك أنت الهارد ريس براديكاردي تعريف أقل من ستين، فكل مدات الدوز اللي براديكاردي سيبير أكثر، هذا كلام ممكن أن يؤثر بأنه يؤدي لنا إلى كارديك فيلر، تمام؟ هذه النقطة والرسبب لأنه نحن عارفين الديافرام هي عبارة عن سكريت المصل، فإنما تقوم بعمل استيميوليشن على سكريت المصل، بأنها ستؤدي إلى شيء تسميه تيتانيزيشن، تمام؟ تيتانيزيشن هذا التيتانيزيشن هو ريح يعمل بالإضافة إلى موضوع البرونكو بالإضافة إلى موضوع البرونكو والأشخاص لديهم كيف نعالجه؟ شخص أكل مشروم وتسمم ووضحت عليه الأعراض، كيف نعالجه؟ سنعالجه بشيء يعمل على نفس المسكولونيك ريسيبرز، اللي هو الدواء اللي اسمه الأتروبين، يعني الترياق، الترياق يعني يعني دواء أعطيه that is given to counteract the effect of another drug دواء أعطيه بعاكس counteract يعاكس الأثر الدواء، فأنا في هذه الحالة، ما أعطي الدواء شخص تسمم بمسكورين تسمم بمسكورين، أعطيه ترياق الأتروبين لماذا أعطي أتروبين؟ الأتروبين سيعمل Inhibition على M3 receptors، فهو عبارة عن antagonist، ليس على M3 على المسكورينيك الأتروبين هو على المسكورينيك ريسيبترز على المسكورينيك ريسيبترز، سنأخده إن شاء الله وإله أيضا استخدامات طبعا ما نستخدم الأتروبين، نستخدم منهم نحكي عنهم إن شاء الله في المحاضرات القادمة، فشو نستخدم الترياق الأتروبين، الأتروبين، تمام؟ ليش نستخدم الأتروبين؟ ما هو المسكورينيك بيعمل استيميوليشن على المسكورينيك ريسيبتر فمنطقيا إذا أنا في عندي أجونيست، شو بدي أعطي؟ بدي أعطي أنتاجونيست لحتى يعكس أثر اللي هو الأتروبين، طيب فحكينا عن الـ direct acting حكينا عنهم فصلنا فيهم تماما حكينا عن two types الكالويت والكلين إسترز، حكينا عن بعض الاستخدامات وهكينا عن تسمم المسكورين وكيف منعالجه لحد لعنى، هذا كل إشي حكينا عنه في المحاضرة لحد لعنى هنا الـ indirect acting اللي حكينا عنهم أيضا في بداية المحاضرة كمسمة حكينا بيعملوا على الكلين إستريز على الكلين إستريز تمام؟ هم على الكلين إستريز تمام؟ هم يعملوا الكلين إستريز حديده الـ liver 7-3-Coline في منهم كتير هدولة دعنا نحكي منهم الأسماء، بس منهم موجودين نكون عارفينه هنا من ضمن الدروفونيوم طبعا الدروفونيوم هذا يستخدم في التشخيص لمرض اسمه ميستيني غريبز النيوستيجمين يستخدم في علاج فهدول الأدوية يستخدمون هذه الأدوية يستخدمون طبعا ليش في مننا كتير منهم؟ لأنهم يختلفوا بالفارماكو كانتك سبعتهم ويختلفوا بالـ side effects لذلك ستجدون فيه كتير أدوية لذلك عندما نتحدث عن أي شيء تجدون فيه أكثر من دواء أكثر من دواء معناته أن كل دواء له خاصة فيه تعديل بسيطة مثلما تتفقنا في قصة ويوجد بعضهم الـ side effects لذلك لدينا كتير من الأدوية موضوع الـ alternative دائما يساعدنا موضوع الـ alternative جد جد كثير مهم هناك أدوية التي لديهم رينا الفيدر لا أستطيع أن أعطيه لحسن حظنا يكون فيه عندنا دواء لا يستطيع إلوميناشن من خلال الكيدميس فأستطيع أن أعطينا مريض مثلا عنده renal problems أو renal failure وهي النقطة التي نوصلها لأنه كثير أدوية من نفس العائلة سبب اختلافهم بـ واختلافهم بـ واختلافهم أيضا حتى في بعض الأحيان بموضوع الـ activity فمن ضمنهم في عندنا الدروفونيوم والكارباميك أسيد إسترز اللي هم النيوستيجمين والكاربريل والكاربريل فالكاربريل وهذا من ضمن الكارباميك أسيد إسترز نيوستيجمين والكاربريل هؤلاء إيش؟ ريفيرسابل أنا هام إشي هؤلاء أنهم ريفيرسابل الـ irreversابل اللي هم مثل الأورغانوفوسفات تماما وغالبا هؤلاء هؤلاء في سياق المبيدات الحشرية الأورغانوفوسفات اللي هم الإنسكتيسايت الإيكو تايوفيت والسومن غالبا نحكو في سياق المبيدات الحشرية بالإضافة لغاز السارين اللي حكينا عنه مرارا وتكرارا نستخدم ضد الشعب السوري اللي تتذكروا وحكينا عنه في المحاضرة الأولى اللي هم السارينغاز السارينغاز اللي يرتبط بشكل irreversible بالإنزايم اللي اسمه استيريز لما يصير له هيتراكم عندك الأستيركولين يا جماعة فبتلاقوا الأشخاص بالأسف يصير في عندهم تشنجات تلاقي أنه كل جسمه عم بينطفض بعد فترة زي ما حكينا سيكون عندك تيتنايزيشن على الديافرام لهوسكوية المصر فلما يصير فيه تيتنايزيشن هاد الأشخاص للأسف بينتهيهم غالبا بالوفاء بينتهي فيهم غالبا بالوفاء تمام فالإندايكتل في منهم وفي منهم وفي منهم وفي منهم وفي منهم وميكنسهم في الأكشن حكينا عنهم والسينابسيس طبعا هذا في سياق المسلس وأيضا بشكل عام يعني حتى على سياق الباريسينباثيتك وكذا طيب فهاي أول نقطة حكيناها لهم فينا وفي لدينا الريفيرسابل هلا اللي حكي شوي عن الموسكريم بوزينيك تمام زي ما احكينا هدول عبارة عن أجريكالتشور إنسكتسايد و زي ما احكينا اللي هسه في سياق السايرينجاز مشكلتهم إنه هدولة يعني في حال استخدامهم مثل ما احكينا بحالة الـ مشكلتهم إنهم تبعهم حتى الاسكن يعني نتخيل إنه دو هايلي أبزورد من خلال السكن يعني للأسف ما بيزوط معه شي ما بيزوط معه شي تمام فهايلي أبزورد من خلال السكن بيعمل الريفيرسابل على الانزيم خاصة نتحدث عن السايرينجاز فهاي هي مشكلتهم طيب هلا وين بيعملوا إنه الانزيم بيكون فيه two sites aninoic site و esteretic site هدول الأورغانوفوسفات شو بيجوا بيسووه بيعملوا على esteretic site أو esteretic site بيعملوا covalent bond بيعملوا بيعملوا covalent bond بسبب البداية هاي ما بتكونش covalent هلا بيحكي عنها شوية تمام فبيجوا بيرتبطوا بالأكسجن اللي موجوده وين اللي بيوفرها مين السيرين بيرتبطوا بالأكسجن اللي بيوفرها السيرين ما بتكونش covalent بعد تقريبا ثلاث ساعات أربع ساعات بتصير هاي الرابطة covalent هاي هي المشكلة تمام فليش أنا حكيت هاي الجملة إنه بأول أكمن ساعة ما بيكونش covalent بعدين بيصير covalent لأنه إذا أنت لحقت واحد متسمم بأورغانوفوسفات خلال أول ثلاث ساعات سهل جدا إنه يعني تنقذه سهل جدا تنقذه لأنه بجرد ما تعطيه دول اللي حكينا عنه في بداية المحاضرة اللي 이�ısمه بريليدوكسيم تذكر دول اللي كان اسمه بريليدوكسيم هذا البراليوكسيم بريليدوكسيم قادر على إنه يمنع ارتباط هاي الارغانوفوسفات بالإنزايم بيقدر وكأنه يحرره هلأ هو بالبداية بكون رابط تمام بالبداية بيكون رابط فيه بس هاي الرابطة لسه منش س تابل مش covalent لسه هاي الرابطة مش covalent فهدا البراليوكسيم قادر على Ça sait بريليدوكسيم من تسمم الشخص بالأورغانوفسفيت. إذا أعطيته برولوديكسيم انت بتنقذه فتمنع هذا إنظام أنه يرتبط الأورغانوفسفيت فهذا بهاي الحالي الأمور تمام. بهاي الحالي الأمور تمام. وحسنا نحكي أكثر عن المناجمت من الأورغانوفسفيت بويزوني. لكن بعد ثلاث أربع ساعات خلاص بيصير الارتباط الريفرسيبال. بصير الارتباط الريفرسيبال. تمام. فهذه النقطة اللي نحق لها. طبعا كالشركة هذا هو الأورغانوفسفيت بيشتركوا بالعادة. في عندنا أكيد الفوسفرس أتم. رهب طبيعي أكسوجين. ومعها عدة groups كهيدروكاربون شينز وأذر أتوم. تمام. هاي كاستركشور. طيب فالأورغانوفسفيت كمان مرة وين بيرتبطوا؟ بيرتبطوا مع الأنيون بيرتبطوا مع الاستريكسايت على الاستريكسايت تمام. هاي نقطة بنكون عارفين. كسايد افكت المفوض نفس الفكرة ما احنا كنا عارفينها. نفس الفكرة تقريبا المسكورين. نفس تقريبا فكرة المسكورين. احسير فينا. على البيجوار الميوسيز. على البيجوار الميوسيز. على الديجيست برضو نفس الفكرة. نفس الفكرة. سيكريشن. وزادة الموترتي وأبدو من البين وديارية. ليروني فريكوينسي. حكيناهم. رسباراتو. يصبح عندك بروك وستركشن. بزيد السيكريشن. تمام. ويكنس في المسلس ممكن تقدي بنهاييه ندافران. سيكريت المسلس برضو. سيكريت المسلس برضو. فسيكوليشن. ويكنس. حكينا. بالنهاية ممكن تقدي لباراليز. بسبب ايش. سبب التيتينيزيشن. انت انت لما تظلك تعمل على الفترة على مسل. بالنهاية راح تنتهي ايش. تنتهي بالتيتينيزيشن. والكارديك مسل. حكينا انه بنفس الفكرة بتقدي لبريديكارديا. بتقلل الكارديك اوتبوت. تقدي لهايبوتينشن. حكينا اصلا من هاي الاشياء اللي هي ممكن تسبب وفاة اصلا بحالة المسكورين. على موضوع السين اس. بصير في عندك تشنجات. تمام. بيكون الشخص كنفيوز. يعني مكونش معك مية بالمية. انكشوس تمام. بيكون بظلو يتحرك بطريقة غريبة. ممكن ادي حتى ممكن ان يكون كوماتوس اصلا. يجيك اصلا على الطوارئ يكون اصلا already كوماتوس تمام. يعني مغمى عليه او في غيبوك. طيب شو المنجمت. احكينا هسا شوية عن المنجمت. اف الورغانو مباشرة انت لازم تحط ببالك تقريبا ثلاث اشياء ببالك رئيسية. اول اشي انه اذا كان الشخص في منطقة اصلا فيها اورغانو في سفيات مثلا رمى عليه بشغله وحاليا لسه استيل في اكس بوجر. از دونج از في اكس بوجر انت ما تقدر تعالج هذا الشخص. فمباشرة بالاول لازم توقف الاكس بوجر. هاي اول خطوة. انه اذا الشخص في منطقة اصلا فيها اورغانو في سفيات. مباشرة تسحب لمنطقة امنة وبعيدة عن الاكس بوجر. فهي اول نقطة. نقطة تانية تبعا ووش اكس تنسيفلي وبتحاول انه ايش انه هاي المادة بريلي بتسويبل. فبتحاول انك انت ايش انك تحط مثلا ترش عليه مي او كده بحيط انك تمنع فيردر اكس بوجر بحيط انك تمنع فيردر بلسه بيكون موجود على السكن. فانت لما انت لما تعمل ووشنج اكس تنسيفلي للسكن انت رح تمنع لو فيه جزئيات لسه ستل على السكن و بدها يصير لها ابزوربشن رح تمنعها من انه يصير لها ابزوربشن. فهذا الاول نقطة في سياق التريتمين. بعدها مباشرة بالدكترية اتروبين. مباشرة لازم يخطر ببعنها انت حاليا زاء اورغانو في سفيت اللي زاد لك الاسيت الكولين و برضه ارتبط بماسكورونيك ريسبتور انت بالحالتين لتعالج بدك ترياق اللي هو الاتروبين. لانه بالاتروبين هباشر فيعمل. سيعمل انهيبشن على المسكورونيك ريسبتور. سيعمل انهيبشن. عمل كوت انتاجونيست وهو. فبمنع اي ارتباط اي مادة بالمسكورونيك. تخيلوا نمي نعطي دوز عالية جدا لحتى تظهر اعراض التوكسيسيتي. يعني هذه الخلية ممكن شوي تكون غريبة. نعطي دوز عالية جدا لحتى تظهر اعراض التوكسيسيتي بعت اتروبين. ليش نستنى التوكسيسيتي لحتى نتأكد انه الاتروبين ربط في معظم من ريسبتور المسكرونيك. هذا اللي يهمنا حاليا. يعني احنا هدفنا مش مشكلة عراض الأتروبين بويزينيك بيستطيع المريض يتحملها. بس الأورغانوفوسكويت بويزينيك لو ضلوا بتسمم فيها رح تؤدي للوفاء. فأنا بهذه الحالة وكأنه يعني بدفع خلنا نحكي بدفع شر بدفع شر أعظم بشر خفيف اللي هو أتروبين. أتروبين هذا بويزينيك مش مشكلة. منستطيع أن يتعامل معه. لكن الأورغانوفوسكويت بويزينيك أكيد هذا يعني حتما رح يؤدي للوفاء إذا ما تم معالجته. فبالتالي أنا بعطي أتروبين حتى يصير في بويزينيك بعطي بري لارج دوز مع النقطة الأولى حكيناها. وإذا كان وذن الفيرست أور يعني مثلا والله ما صالوش ساعة أو ساعتين مثلا متسمي بالأورغانوفوسكويت بعطي إياش البراليو دوكسيم. البراليو دوكسيم هذا الدول اللي حكينا عنه بيعمل ري اكتيفاشن اف دا انزيم. تذكروا في السلايد الثاني أو الثالثة. حكينا بيعمل ري اكتيفاشن اف دا انزيم. ري اكتيفاشن اف دا انزيم كيف إذا هذا الأورغانوفوسكويت مرتبط لسه مش بيكوبيلانت بوند بيجي بيرتبط بالأورغانوفوسكويت وكأنه بيحرر الانزيم من هذا الارتباط. بيحرر الانزيم من هذا الارتباط. طبعا البراليو دوكسيم من ضمن الأوكسيم فاميليز بيرتبته بالأورغانوفوسفيت inactivated acetylcholine esterase فهذا الأورغانوفوسفيت لما يكون رابط بالأستيلكونين esterase بيستطيع البرالوكسيم انه يحرره فهو يستوكمبات باي الأورغانوفوسفيت فالمنجمة هيك اللخيصة سريعا أول إذا كنت توقف التعرض بإيش مكان مهم أنك توقف التعرض 2 بتعطي أتروبيل بvery large dose 3 بتعطي البرالوكسيم لكن بفضل الله خلصنا محاضرتنا محاضرتنا الأماني جدا بسيطة أهم شي نكون فاهمين المبادل اللي حكيناها هدولة اللي هم يقصت في عنا direct acting و indirect acting ممكن من إينا انتم ممكن بعد ما تخلصوا دراستها المحاضرة ترجعوا على هالسلايت فقط تعملوا recap سريع إنه direct acting في عنا الكالويتز تحكي الأمثلة تبعتها وتحكي الأمثلة تبعتها وتحكي عن تسموهم المسكرين وكيف نعالجهم فهاي خلصنا جوزة من المحاضرة بعدين جوزء التاني هو indirectly حكينا عن reversible و irreversible حكينا من ضمن الأمثلة على irreversible النيوستيجمين والكارباميك أسد والآخرية الاسترسد هدول اللي حكينا عنهم والإيدروفونيوم تمام هدول الأمثلة على irreversible ومن ضمن الأمثلة على irreversible الورغانوثوسفيتس الملاثيون وغيرهم من الأدوية وحكينا أيضا تصار في تسمو بالأورغانوثوسفيتس كيف نعالجها يعني هيك تقريبا هدول الأربعة أو تلات مواضيع اللي حكينا عنهم هسا بذول آخر دقيقتين تقريبا بلخصونا معظم الأشياء بلخصونا معظم الأشياء هكذا بقلصنا إن شاء الله محادثنا القادمة رح تكون عن في بدايتها بنحكي عن غانجوليون بلوكرز إن شاء الله ونحن نكمل أيضا عن موضوع الانتاغونيست الكولينو مش ميميتكسس بنحكي عن بارس الباثو ليتكس إن شاء الله أعطيكم الفرج